اشتركوا في القناة نائب المحافظ للهيئة العامة للاستثمار الأستاذ معتصم بن عبدالعزيز المعشوق نائب رئيس تطوير الأعمال الجديدة بأرامكو السعودية الشيخ حسين البنوي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي مجموعة البنوي والبروفيسور خافيير سالا مارتن من جامعة كولومبيا تقدم هذه الجلسة وتديرها الدكتورة لما سلمان عضو مجلس إدارة شركة رولالكو هي أيضا عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بجدة وكانت في الدورة الماضية نائب رئيس مجلس الإدارة فقط أقلام سريعة عن الدكتورة لما هي عضو مجلس إدارة شركة رولالكو للتجارة والتعهدات بجدة شركة ومالكة لنادي ومنتج عشامل للسيدات بجدة عضو مجلس إدارة بالغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة ورئيس مركز سيدة خديجة من تخويلة لسيدات الأعمال ورئيسة مجلس جدة لتنمية الموارد البشرية مكتب تسهيل وأيضا عضو في مجلس الأعمال السعودي الفرنسي أيضا هي حاصلة على البكالوريوس في اللغة الفرنسية والبكالوريوس في الكيميا الحيوية من جامعة الملك عبد العزيز بجدة والدكتورة بالتغذية الكيموية الحيوية من كليات كينغز في جامعة لندن رحبوا معي جميعا بالدكتورة لما وبالمشاركين في هذه الجلسة محافظة إنه بخير محافظة أتقل أنك يمكنك أن تكون محافظة محافظة نعم لإستثمار والعمل في القطاع الخاص أو أصلا لنمو القطاع الخاص لندعم خلق الفرص وظيفية بالنسبة لشباب المستقبل طبعا لما نتكلم عن المناخ سنتكلم عن الأنظمة والسياسات والإجراءات وتأثيرها على هذا النمو كما سنتكلم على النمو نفسه كإنماء والمبادرين الجدد وكيف نقلق لهم كيف أهمية استمرار واستدامة النمو بالنسبة أيضا لتحسين الاقتصاد وخلق الفرص الوظيفية وأخيرا سنتكلم عن أنه يمكن أن الهدف الرئيسي هو أن يكون في تعاون وشراكة حقيقية بين القطاع العام والقطاع الخاص في عملية الإصلاح وخاصة في عملية النمو فأولا أريد أن أقدم لكم المتحدث الأول وهو الدكتور خالد العهلي وهو نائب المحافز الهيئة العامة للاستثمار في الحقيقة لو تسمحوني في هذه الجلسة وما تحسبون عليها ولكن بعض الأمور سنتحدث فيها باللغة العربية وبعض الأمور سنكملها باللغة الإنجليزية حسب المعلومات المتواجدة عندنا وبعض طبعا من المتحدثين اللي معانا لا يتكلمون إلا اللغة الإنجليزية فهو يعتبر تصفل المتحدثين ح origins harmonic offset program reaching to a director of offset projects كما أن نعمل five years with the national industrial cluster development program of the Saudi كميزة 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 يتحرك إلى محطة 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 في هذا المنتدى المتميز آمن من الله العلي القدير أن يوفقنا جميعا للخروج من هذا المنتدى بفكر وأفكار وطروحات وإجراءات تصب مباشرة في نشاطات التنمية الاقتصادية في المملكة في الدقائق القليلة القادمة سوف أتحدث عن أمرين الأول كيف بدأ التطوير الاقتصادي في المملكة العربية السعودية من ناحية التاريخية ثم أتحدث بعد ذلك عن الإجراءات التي تقوم فيها الهيئة العامة للاستثمار حاليا لتكون مشارك فاعل في التنمية المستقبلية للمملكة كلنا يعلم يا أخوان أنه عندما تم تأسيس المملكة العربية السعودية في عام 1932 ميلادي كانت المملكة العربية السعودية لا يوجد فيها مقدرات وكان الملك عبد العزيز طيب الله تراه أمام دولة ناشئة لا يوجد فيها موارد كثيرة وكان هي مركز العالم الإسلامي وبدأ تأخذ مكانها في العالم العربي وتبادعت في ذلك الوقت في ظروف خارجية كان العالم تدخو خارج من حرب عالمية أولى العالم الاقتصادي الجديد الممثل في الولايات المتحدة كان عندهم ما يسمى بالإيقناميك كرايز في 1932 وربما حتى كانت المملكة العربية السعودية كانت في ذلك الوقت ناشئة كان الملك عبد العزيز طيب الله تراه أمام عدة خيارات لبناء دولة حضارية كما نشهدها الآن كان بإمكانه أنه يقوم ببناء القطاع الخاص كان بإمكانه أن يقوم ببناء القطاع الحكومي أحضر التقنية العالمية ستاندر أول في كاليفورنيا هي شركة أمريكية جاءت في عام 1930 للمملكة العربية السعودية من أجل أنها تستكشف المقدرات الطبيعية في المملكة ما يسمى بـ المقدرات الطبيعية في المملكة بعد ذلك تطور الاقتصاد بعد خمس سنوات جاءت الأقدار بفضل الله عز وجل أن منع لنا بخيرات كثيرة انتقلنا من هنا خلالها صار عندنا موارد في المملكة العربية السعودية انتقلت المملكة إلى الأربعينات في العالم الميلادي وبدأ بناء الهيكل التنظيمي الحكومي في نهاية المطاف نجد أنه عملية التأسيس لسنوات طويلة بدأ التأسيس في عام 1932 ميلادي ثم بدأ العمل مع القطاع الخاص في الثلاثينات ثم بدأ بإقطاع الحكومي بناء القطاع الحكومي فواضح جداً من الأساسيات الاقتصادية التطوير الاقتصادي اللي بناها الملك عبدالعزيز رات طيبة رات 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 هي أننا نعمل على ما يسمى بـ بارتنرشيب ايكوناميك تفولومنت اللي هي إنها الناس وماركت تطوير الاقتصاد بالمملكة العربية السعودية إلى الخمسينات وبدأ بناء البنية الأساسية ثم الستينات واستكملت البنية الأساسية في توسع في دميع مناطق المملكة بدأنا ندخل في الصناعات التحولية وأنشأنا الصناعات البترو الكيموية والتي تطورت فضل الله عز وجل إلا أصبحت من أكبر الصناعات البترو الكيموية في العالم ثم تدى الناس عار البترول في الثمانيات وبالرغم من ذلك المملكة العربية السعودية استمرت على سياستها الاستثمارية وجذب الاستثمار لم تضع أي حواجد أمام ذلك في بداية القرن الجديد والله الحمد الآن يوجد توسع كبير في الاقتصاد في المملكة العربية السعودية والهيئة العام من الاستثمار تعمل مع الأجهزة الحكومية وكلنا يعلم أن الهيئة العام من الاستثمار هي الجهاز الوحيد الحكومي الذي يرجع في تنظيمه الإداري للبجسة الاقتصادية العامية وهذا دلائل على الحكمة الحكومية في ترتيب وضع الهيئة العام من الاستثمار في موقع أسمح لها تكون شريك فاعل في تطوير الاقتصاد الهيئة العام تعمل على ثلاث محاور حاليا المحور داخلي ومحور مع الأجهزة الحكومية ومحور مع القطاع الخاص وكل اللي نؤمنين بنفس الببدأ الذي تم تأسيسه من قبل الملك عبد العزيز طيب وهو أن الماركت أن ستيت أر كومبليمنت نص سبسيتيوت كلها بارتنرشيب بين القطاع الخاص والقطاع العام أما من ناحية التنظيمات الداخلية تعبل فيها الهيئة العالم الاستثمار فهي إعادة هيكلة الأنظمة والقوانين والتنظيم الإداري بما في ذلك الترخيص للاستثمارات الأجنبية والاستثمارات المشتركة نعمل كذلك على وضع الخطة الاستثمارية الموحدة للمملكة العربية السعودية بالشراكة مع كافة الأجهزة الحكومية وهذه أقرها مجلس الوزراء بمرسوم بتوجيه ملكي على أن كافة الأجهزة الحكومية تعمل ما لها هي الاستثمار لخروج بما يسمى الخطة الاستثمارية الموحدة للمملكة وهذا العمل نقوم فيه مع القطاع الخاص لأنه في نهاية المطاف الذين سوف يعملون على مساندة الأعمال الحكومية في توفير ما تحتاجه القطاع الأجهزة الحكومية من خدمات أو من إنشاء الجزء الثالث الذي تعمل فيها الهيئة العامة لاستثمار وهو التنسيق مع الأجهزة الحكومية لاستكمال مسيرة التطوير بيئة الاستثمار في المملكة العربية السعودية فهذه الأشياء أنا أريد أن أختثم حديثي هذا بشيء مهم جدا المملكة العربية السعودية دائما وأبدا وضعت القطاع الخاص في مركزها الأساسي كشريك ولاعب في جميع جهود التنمية في المملكة عندما نظر إلى التكوين الأساسي للاقتصاد في المملكة العربية السعودية نجد الحمد للأمام ما يسمى بمونيتري بوليسي السياسات النقدية للمملكة العربية السعودية أثبت ذلك بأن الجي دي بي تو ديت ريشيو كانت في عام 1999 مئة بالمئة الآن أصبحت 2.4% وهي قليلة جدا كما أنه في سياسة المالية للمملكة العربية السعودية تعد والله حمد الرزير في حق المملكة إلى أكثر من 700 مليون دولار هذه أثرت مباشرة على ما يسمى بالفسكال بوليسي التي هي السياسات الضريبة نقدية السياسة المصروفات الحكومية المصروفات الحكومية هذه في مشاريع الآن تزيد عن 18 ألف مشروع حكومي كلها تطالب تعطي كم هائل أمام القطاع الخاص للمشاركة في التنمية الاقتصادية وهذا ما تسعى إليه الهيئة العام للإستثمار أنها تقرب المستثمرين بأنظمة الإستثمار وتسعى مع الأجهزة الحكومية الأخرى في إيجاد بيئة مستثمار جالبة في اختام الحديث كل اللي أتمنى من القطاع الخاص أنه ينظر إلى فرصة الاستثمارية التي تولدها المشتريات الحكومية على أنها فرصة على إجلب التقنية وفرصة على إيجاد وظائف مجدية ومستدامة لأبناء وبنات هذا الوطن فرصة رائعة إلى أنه يحصل على من جميع الجهات المعنية في المنتجات التي يقوم فيها فرصة رائعة إلى أنه يقوم بإنتاج منتجات قابلة للتصدير سواء لمنطقة الشرق الأوسط أو لخارج العالم والرقي سوياً مع الأجهزة الحكومية بالاقتصاد الوطني وجعله أكثر استدامة مع أخذ الاعتبار بالأولويات الوطنية شكراً جزيلاً لكم شكراً دكتور خالد حقيقة يعني نحن كنا متوقعين أكثر وقت أخذ بس ما شاء الله عليك اختصرت كنت تمنى ولكن ذوق الوقت أنتي عطينا خذنا منك التعليمات شكراً لك شكراً لك شكراً لك رحمن الرحيم السلام عليكم جميعاً السلام عليكم جميعاً السلام عليكم جميعاً إنه صحيح لنظر سادي أرامكو في الجدد اشتركوا في القناة كما يكون المدرس الأولى في المدرسة الأولى في مدرسات الوكترين في أحساب الوكترين ونصفات التالية. لقد تتمكننا نقلنا على نفسه ونصفات التركيزية ونصفاتنا. في قبل سادي عرامكو ستصبح مدرسة في مدرسة ومدرسة في مدرسة بشكل كميك. في الوضع سيكون من أجل المملكة المعارضة في العالم المقبلية وضعنا حقاً نقوم بعمل مستخدمات في التدريب والتعيش لكي نكون مجموعة من أجل المصدرات في الوضعات المنصفية ليس لنسبة لنسبة لنا نفسنا نفسه ولكن لنسبة لعيشات موضوع لأخرى نحن نفعل هذا بسبب الانترنسي لتحقيق المستقبل والباستخدام سعادة العربية بما طبعاً ونحنًا نحن نفعل هذا بسبب الانترنت المستقبل 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 سعادة عرامكو لديه المستقبل سعادة Growing أن نفرك الذي يعمل السماء لنستقبل التحديد على سفرًا والآن نتحدث بالمستقبل عراميا الكتاب والحديث والعبارات المتقبلية المترجمات الكبيرة هناك أكثر أكثر مجالًا أكبر أن أعلم المغلاباتيين تقدم بإمكانية تشعر المترجمين المنظمة في محلل الفلسفة ونحن مجدداً لنسلحة المهمة لنجمع المترجمات المترجمات ونحن نقل بإمكاني هذه المغلابات لنحن نقل بإمكاني في حين تنفيذ النجلة. grenات التاليةorrow. ما يدى الربريث فيiesz العديد الماغيب بأس noche. في مادي يعمل wannدي من إهددين لاتنفيه ولد الفيحي أغلب مميزة. علاقتي توجد عام length بين أي اسchw thief. الأن هذا Howimi سعدت التقدم المتبعات��� forbid . الإنسان منطقةار الوقت المستقبل getting perzi. الإنسان منطقة سعادة في مستدرات المصرات لأساساً ونصفكت قبل الجميع. عندما يستهلك قليلا على البطول�소 من المستقبل. عليهم إيجاد أيضاً. الزواج الأول دولة التخلص منطقة مستقبلة العمليات والمقابلة ل vịعائuse الأولى عن المستقبلية teamات السعودية مع الأيضة إلى المستقبل الأمتبع لقناة المستقبلة في مستقبل المستقبل. كما يتorong لتعطياتTechين وجهزين ميزة السلطنية من أدامًا من أول شخص بإنسانيا من المنطقة وازواعهم في مكان يتعاون على خلال المنطقة فإن شرط بالمعضية بطل السلطنين سعادة السلطنين سادي ارامكو دخل الإ ladانات التي تعتقد أن تنظم العربية في الشعور على خارج العرب. الحرب الطفال قد تدعى الإنجابة، المنزائجة، تعرض على الخدمات والسطوب وعرض المنزلات من خلال قبولات الشعورية والعركز الفاترية. في المنزل الأولى، الصدق الأرامكو تحقق أيضاً حقاً تتخيلوط الرجل من الأنوار الإنسافية. سين محمق الضوء للتعب للإعادة للتعب تكون الأساسي حالك وصلت على تسعارر الإنسان الأسدار وطاق الصاق الخطة للتعب للإدخال الأنسان ومعهما عملات وائتم للتعب والإتعابة الناس المحل والأنسان والإطارة للتعب هي أفرس الإنسان لتحقية طريقة هذه一noc南ية عامات is that kick-starting the localization of industries through a single large investment with one or more external partners, combined with broad-based initiatives to improve underlying competitiveness and incentives to investors. Opportunities are also superb for services. To jumpstart a competitive Saudi services sector, Saadi Aramco recently partnered with General Electric and Tata to create a new Saadi business process outsourcing enterprise. Headquartered in Riyadh, this enterprise focuses on creating jobs for Saadi women to provide outsourcing essentials such as sales, customer relations, and back office services. Use of BPO services is significant in many parts of the world. But in the GCC, the phenomenon is still in its infancy. Demand growth in the region over the next five years is forecast to be three times of the global market. No Arabic-speaking country has so far captured the opportunity to serve as a hub for BPO services simultaneously in English and Arabic languages. Saadi Aramco now is poised to capture that advantage. Many local players require support to improve their global competitiveness in areas including technical competency, investment support, and human capital. Saadi Aramco's integrated development approach focuses on performance transformation with support and investment tailored to each specific industry. To help the kingdom grow a competitive energy sector, we are concentrating on industries deemed competitive and offering the highest impact. We are building a platform of multiple investment vehicles for Saadi Aramco, and we are employing key enablers to allow the company's suppliers and business partners to mitigate risk associated with localization and Saadi Aramco. These are procurement policies aligned to give preference to local manufacturing and service providers who invest in Saudi Arabia. Our leverage is tremendous. Development of local skills and support for Saadi Aramco. This includes training in specific skill categories, offering manufacture and labor pool services and certifying and rewarding companies that make Saadi Aramco a priority. Development of small and medium enterprises. Effective SME networks are key to supporting future growth and diversification. That's why we created WAAD, the Saadi Aramco Entrepreneurship Center. We help entrepreneurs develop new SMEs that will support our company, our key suppliers, including in areas related to our strategic initiatives, such as the chemicals value chain and the maritime cluster. And lastly, we want to provide visibility to investors, and we are developing a market intelligence capability. The data will be the basis for communicating to the market our intent. But when we speak about the importance of youth in Saadi Aramco, it is not a sentiment or a slogan. It's a demographic reality. Just five years ago, in 2009, almost 70% of our employees were above the age of 35. Today, almost half of our employees are 35 or younger. And by 2018, we will have almost reversed the situation with about two out of every three employees aged 35 or under. Since 2009, the number of 35s and under who are leaders has doubled to make up almost 10%. And while our employment or solidization is at a very high rate of more than 85%, our small and valuable expatriate workforce is becoming younger and more diverse. The number of nationalities among our 35 and under within the expat employee workforce has gone from 37 to 65. Young Saadi employees now operate, maintain, and manage many of Saadi Aramco's most critical facilities. They are very capable and are increasingly empowered to make decisions and shape the company's future. Saadi Aramco has always made major investments in youth development. Today, this investment is greater than ever. Wa'id is not exclusively for young people, but it is a youth program in this sense. To be an entrepreneur, whether you are 17 or 70 years old, or anywhere in between, you need to be young at heart. And indeed, most of our Wa'id entrepreneurs are part of the under 35 generation. So it is fair to consider Wa'id to be at least a part of the youth development program. Let us mention one more Saadi Aramco initiative with a significant impact on youth. This is the contractors consortium we are developing for our various projects in the Jizan region. This will be a non-for-profit organization formed with the Jizan APC contractors. It will select, train, and hire Saudi nationals to meet the demand of the construction phase of the Jizan refinery and the terminal project. We hope that success with this initiative will lead to formalizing this process for all of our projects in the kingdom. My friends, Saadi Aramco's generational shift poses an exciting challenge for knowledge transfer. But we have planned this for many years and we're excited about meeting the challenge. What we are gaining gives us great hope for brighter days, not only for our company, but for the kingdom at large. Thank you so much. Thank you very much. شكراً لأرامكو شكراً للمشاريع. ونأمل أنه تصل للمشاريع هذه لنسبة أكبر وأكبر من المنشئات الصغيرة. الآن اسمحوا لي أن أقدم لكم بروفيسور جزافير سالا مارتن. بروفيسور جزافير هو بروفيسور في الاقتصاد في جامعة كولومبيا في نيويورك. كما هو اقتصادي chief economist advisor of the Center for Global Competitiveness and Performance at the World Economic Forum in Davos. كما هو باحث مساعد at the National Bureau of Economic Research and a member of the Counseling Board of Telefonica. Thank you. Please, doctor. Hello. Thank you for inviting me to this forum. Let me see. This doesn't Oh, here. No. Okay. As the chief economic advisor to the World Economic Forum's competitiveness issues, I'm always asked by business leaders, by government officials around the world how to improve the competitiveness of every country in the world. We currently measure competitiveness for about 150 countries around the world, including Saudi Arabia. and, you know, of course, I don't know everything. I see a lot of data. I see thousands of data. I don't know everything about every country. In fact, probably, I am the person who knows the least about Saudi Arabian economy in this room. So, instead of making recommendations, what I like to do in general is to ask questions that might help you think about the competitiveness of Saudi Arabia as you answer those questions. Now, the first question I always ask to every country is, what would happen if the main engine of growth today all of a sudden disappeared? Okay? I asked this, I'm originally from Spain, I asked this question to President Zapatero in 2000 in Spain. You know, Spain was in the middle of a construction bubble and I asked him what would happen in Spain if all of a sudden construction disappeared? In Saudi Arabia, one should ask what would Saudi Arabia do? What would they export? What would you produce if all of a sudden the oil industry disappeared? Okay? Now, if the answer to this question is, I don't know, or it's a silence, then, you know, there is room for improvement, room to do to change things to make the economy more competitive. Now, to think about how to do that, let's look at the following pictures. Okay? Think about the following pictures. Think about what they have in common, what they mean to you. One of them is Starbucks. Second is, whoops, Cirque du Soleil. next is Sarah, Ikea, and Facebook. Now, let's think about these pictures. What these pictures represent, obviously, is they are very, very, very successful ideas. Okay? Very successful businesses. notice that there are very successful ideas in a wide range of industries. All of them are very old. Right? The circus was invented 3,000 years ago. Coffee was invented in Ethiopia in the 13th century. Clothing, right? We invented, humans invented clothing 70,000 years ago. In all of these very, very, very old sectors, somebody was able to innovate, create a new business, that created thousands of jobs, hundreds of millions of dollars in profits. Okay? Sorry. Now, let me ask the following question. Now, if the people that came up with these ideas, Starbucks, Zara, Cirque du Soleil, Facebook, if these people had these ideas in Saudi Arabia, if these people had been Saudis, would they have been able to implement these ideas in Saudi Arabia? If Mark Zuckerberg had been Saudi and he came up with Facebook, would he have been able to implement Facebook in Saudi Arabia? Now, when I say implement, I mean, would he have access to finance? Would banks finance a young person who has an internet idea? Would venture capital be available to him to develop his idea? Okay? Now, would he have survived the sea of bureaucratic rules that would allow him not only to create, it is not enough to create, it is not enough to trick the, you know, world banks doing business agenda to come up, to go up in the rankings, it's not enough to create businesses. Wealth, the wealth of nations, jobs are not created by new businesses, right? In developed countries, in advanced countries, as many businesses as are created are destroyed. There's a big churn. Businesses are created, destroyed, that doesn't create new net wealth or new net jobs. The growth of a country comes when small companies become medium-sized and medium-sized companies become large companies, right? Google did not create a lot of jobs in the beginning when they were created, there were two people. Now, they created a lot of jobs when they went from two people to 1,000 people to 30,000 people, right? the growth of small businesses is... Now, would they have been able to grow in Saudi Arabia? Would they have found sufficient talent? Would Mark Zuckerberg have found sufficient talent to hire, to create and enlarge his company? would he have... Sorry, this... Would he have access with these companies? Would Amancio, Ortega, Zara have access to supply chains, right? Sufficient inputs or readily available inputs to develop his corporation? Would he have access to the right infrastructures? And here, I mean right infrastructures. It is not enough to have lots of infrastructures. The infrastructures have to be useful for businesses. Would... And this is very important. Would these people, had they been from Saudi Arabia, would they have had the right incentives to create and develop these ideas into successful businesses? Okay? The right incentives. Or, had they been Saudi Arabian, would they have said, you know, I'm better off doing something else? As opposed to creating these very risky propositions, very risky ideas. And, would they have had the right attitude? Would they have the right, you know, frame of mind to create these businesses once they have the idea? So when we talk about the business environment, right, there is a tendency for people to talk about government rules. Okay? But there is a lot more than government rules. There is a lot more to business environment than government rules. Right? There is the finance, there is the mental attitude, there is the labor force. Lots of things matter for the right business climate. Okay? Now, if the answer to any of these questions is no, right, no, they wouldn't have been able to do it in Saudi Arabia, that's where you need to think about, that's where you need to go to reform. That's where you need to start thinking about changing things. Now, the second question you need to ask is, had these people been Saudis, would they have come up with the idea? Right? The first question is, if they had the idea, would they have been able to implement it? Right? Implementation of business ideas is one thing. But the most important thing is, prior to that, would they have come up with these ideas? Would, if Mark Zuckerberg had been Saudi, would he have dreamed of Facebook? If Amanci Ortega had been Saudi, would he have dreamed of Zara? If Guy LaLiberté had been Saudi, would he have invented Cirque du Soleil? Right? Would they have had these ideas? Which brings me to the key, the key topic of this conference, which is youth. Okay? And, the important aspect of youth is their education. Okay? Is their education. Now, the question here is, when we, if we think about would Mark Zuckerberg, had Mark Zuckerberg been Saudi, would he have dreamed of Facebook, the question is, is the education system preparing the youth to be sufficiently creative so that they come up with business ideas? Do we have an education system that prioritizes, I don't know, memorization over curiosity? and when we think about curiosity, I don't mean to induce children to be creative and to be curious. Children are naturally curious. Right? Children at age of two or three, they ask all kinds of questions. They are curious. Now, the question is, those children, when they go to college, are they still curious? or did the education system kill their natural curiosity? Do they ask questions? If you think of ideas, what is an idea? An idea usually has two parts. Number one, you need to see that something is missing, something is wrong, something doesn't work. You need to see a problem. The second part of the idea is, you solve the problem. Now, if you don't see problems, you never see solutions and therefore, you never have ideas. Is the education system simply teaching children to answer the questions that the teacher asks? Or, do the children, are the children induced to ask questions, to be curious? Art. In order to be creative, you need to be observant. You need to look at things, you need to see things, you need to see problems. the best way we know to make people observant is through art. Right? I challenge you now to draw a bicycle. You've seen many bicycles in your life. Can you draw one with the access? And 99% of you will not be able to get the access right. I challenge you to do that. is before you and that is on foot? Is that there? Is that okay? Who probably is I think you can get it with the camera, up, that's like, اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة